السيدة مسلمة من الشرقية تتفضل? السلام عليكم. وعليكم السلامة راحة لكاته. ازاي حضرتك يا دكتور. فضل ونعم الحمد لله. الحمد لله. بس يا دكتور انا كنت عايز تحكي بس ان والدتي عاملة عملية كبيرة في المخ يعني. نعم. وبعد العملية ديها تفقطت القدرة على الحركة انها بتقدرش تروح للحمام تالي. نعم. فانا بقى تلبس بامبرس. نعم. فهي يعني ما كنتش في صراحة كنت بتسيب فرض من فروض ربنا واكتر من كده. فاحنا كنا عايزين نعرف هي عاملة قولين فعجوز ان انا اصالي وانا لابس البامبرس. بس اياها تعمل ايه با? اياها تتوضى لكل صلاة. فقط نوضيها لكل صلاة. مش قادرين نوضيها لكل صلاة. مش قادر تتوضى لكل صلاة. هتتيم. وايه اللي حاصل? وتعمل كده. وبعدين نغيرها. نغيرها الكلام ده. اما كل صلاة لو كنا ما نقدر مش هنقدر كل صلاتين. ومع كل صلاتين. ممكن تتوضى للصلاتين دولة تجمع بوضوء واحد بس. عشان آآ نخفف من عليها. وتصلي كل الصلاوات. وملاش دعا بالكلام ده. لانها ستعامل معاملة من عنده آآ سلاس ريحة أو سلاس بول. وعلى ذلك يكون الامر بتاعها. يبقى عندها حكتين. اما ان هي بنقدر نغيرها كل صلاة. اذا كانت اذا كان فيه اي شيء فنغير لها كل صلاة. مش نقدر او مش ده مش فتاح. هتجمع ما بين الصلاتين. وتصلي بهذا الوضوء كل ما فيها على ما قفت به الشيخ ليش ليه من عنده سلاس بول. فهي تعمل كده وتعامل معاملة من عنده سلاس بول. وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمها وان شاء الله يجمع لها بين تمام الأجل والعافية. نعم.